نبتدي بخبر مهم عن العاصمة الإدارية مع المعروف إن احنا إن شاء الله قريباً حيتم بقى نقل أول 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية عند الافتتاح بالتأكيد الموظفين دول حيبهم محتاجين لأماكن للإقامة علشان يكونوا موجودين هم وعائلاتهم ودائماً بنأكد ديماً نيجي نتكلم على العاصمة الإدارية إنها معمولة للجميع في البعض طبعاً كان بيطلع علينا يقول إن هي لطبقات معينة من الشعب مش هيكون فيها غير طبقات الأغنياء وده بالتأكيد غير موجود وغير حقيقي لإن هناك الأحياء السكنية بتناسب كل الطبقات بنتكلم في إسكان إداري، بنتكلم في إسكان اجتماع، بنتكلم في إسكان متميز كل الطبقات موجودة هناك وكمان في تسهيلات كبيرة جداً جداً من الدولة علشان أي مواطن يحصل أو أي حد بالتأكيد عايز يحصل على واحدة هناك يقدر يحصل عليها والسادة الرئيسي ممكن قبل كده قال إن اللي عايز يحصل على شقة أو اللي عايز يبقى عنده شقة أكيد بالتأكيد هو ده اللي بيحصل وده اللي بنشوفه على الأرض الواقع مش بس في العاصمة الإدارية لكن بالتأكيد في العديد من المدن الجديدة المختلفة وغيرها مش مدن جديدة بس فبمناسبة هذا الحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اقتباع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس وجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه يعني أول دفعة تبقى خمسين ألف موظف دول اللي بيعملوا في بقى السماء كان الوزارات أو الإدارات المختلفة اللي حيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة وده حيكون في مشروع الإسكان المتميز في الحي سكني R3 أو R3 يعني وده في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة برضو بنأكد إن الموضوع ومش هيبقى بس مكسور على ده احنا بنتكلم على العاصمة الإدارية اللي مخطط لها إن شاء الله قريبا جدا وفي عدد سنوات قليل إنها تقدر تجذب العديد من المصريين بنتكلم في ملايين من المصريين حيروها هناك بعد نقل العديد من الوزارات بعد نقل العديد من الموظفين الإدارات المختلفة بنتكلم بقى كل واحد بعيلته بجرانه وكمان مع توفير كل الطبقات كل الوحدات السكنية اللي بتناسب كل الناس أي حد سواء ما كانت طبقته ممكن يحصل على وحدة هناك بالعديد من التسهيلات سواء بقى كانت تخفيض سواء كانت مبادرات البنك المركزي سواء ما كان يعني حيبقى الموضوع سهل جدا مع توفير طبعا وسائل النقل فيعني بالتأكيد مشروع من المشروعات الهامة جدا اللي كان لازم نفتح بها حلقتنا النهاردة